أولاً الجميع يعترف اليوم بأنه كانت إزمة سياسية في المغرب إزمة ثقة في المؤسسات، إزمة اجتماعية واقتصادية اللي وصلت لدرجة الاعتقال مئات الشباب من عدة مناطق المغرب وبصفة خاصة من الريف وتم محاكمة المعتقلين نادو دلريف اللي تحكموا بواحد الأحكام اللي هي جد قاسية نعتبروا بأنه للخروج من الأزمة وإعادة جعل المغرب يتقف المؤسسات خاصنا نعدل الانفراج فهذا هو الهدف دينا من جهة أخرى نحن كنائبين برلمانيين عن فدريت اليسار الديمقراطي كان مارسوا اختصاصاتنا كنواب الأمة بدون أي طبو كان اختصاصات كتعطينا الدستور دستور جديد 2011 اللي يقول بأنه من الاختصاصات البرلمان من المجلس النواب يصدر قانون عفو عام كان اعتبروا بأن العفو العام نطبق في هذه المرحلة اللي بغيرنا نخرجهم من الأزمة وندخلوا في واحدة المرحلة اللي تكون جديدة المرحلة البناء للنقاش حول التعاقد الاجتماعي خاصنا أولا إطلاق صراح هاد المؤتع قليل لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من اسبريس اشتركوا في القناة محاوة محاوة اشتركوا في القناة جديد bir شيء يرى كيف تطويقami